يقول عند عمل قوم لوط يهتز عرش الرحمن والله هذه ما أدري عنها لكن الذي ثبت في اهتزاز عرش الرحمن لما ما تسعد ابن معاذ لما ما تسعد ابن معاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهتز له عرش الرحمن وعمل قوم لوط لا شك أن هذا من كبائر الذنوب وهو كما قال أهل العلم أعظم من الزيناء أعظم لأن الزيناء فيه يعني شهوة الرجل مع المرأة وهذا أمر طبيعي أن الرجل يميل المرأة لكن هذه انتكاسة في الفطرة وهي أن يميل الرجل إلى الرجل هذه انتكاسة في الفطرة فإذاك صار أشنع من عمل الزيناء والعياذ بالله لكن يهتز له عرش الرحمن لا أدري عنه